حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوبا عن أبن أبي مليكة عن أسماء قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لي إلا ما أدخل الزبير بيتي قال أنفقي ولا توكي فيوك عليك حثنا سفيان عن هشامين عن أبيه عن أمه قالت أتتني أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلها قال نعم حدثنا يونس قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن هشامين عن أبيه عن أسماء مثله وقال وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا حسن قال حدثنا أبن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود أنه سمع عروة يحدث عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أمي قدمت وهي راغبة أفاصلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا أبن إسحاق عن يحيى بن عبدي بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي وكانت زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام أبي بكر فجلس أبو بكر ينتظره أن يطلع عليه فطلع وليس معه بعيره فقال أين بعيرك قال قد أضلته البارحة فقال أبو بكر بعير واحد تضله فاطفق يضربه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم وما يصنع حانا محمد بن فضيل قال حدثنا يزيد يعني ابن أبي زياد عن مجاهد قال قال عبد الله بن الزبير أفردوا بالحج ودعوا قول هذا يعني ابن عباس فقال ابن العباس ألا تسأل أمك عن هذا فأرسل إليها فقالت صدق ابن عباس خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا فأمرنا فجعلناها عمرة فحللنا الحلال حتى سطعت المجامر بين النساء والرجال حتى نأبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذري عن أسماء قالت آتت النبي صلى الله عليه وسلم أمرأة فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا وإنه أصبتها حصبة فتمرق شعرها أفاصله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة حثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذري عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكالنا منه حثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذري عن أسماء بنت أبي بكر قالت آتت النبي صلى الله عليه وسلم أمرأة فقالت يا رسول الله المرأة يصيبها من دم حيثها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحته ثم لتقريطه بماء ثم لتصلي فيه حان أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذري عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرأة فقالت يا رسول الله إني على ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من زوجي بما لم يعطني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور حان أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذري عن أسماء بنت أبي بكر قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفحي أو ارضحي أو أنفقي ولا تعي فيعي الله عليك حان عثام بن علي أبو علي العملي قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت إن كنا لا نأمر بالعتاقة في صلاة الخصوف حان عثام بن عروة عن فاطمة بنت المنذري عن أسماء قالت لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في صلاة الخصوف حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت خسافت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على عائشة فقلت ما شأن الناس يصلون فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية قالت نعم فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلني الغشي فأخلت قربة إلى جنبي فأخلت أصب على رأسي الماء فانصر فرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار إنه قد أوحي إلي أنكم تفطنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجالي لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا ثلاث مرار فيقالوا له قد كنا نعلم أن كنت لا تؤمن به فنم صالحا وأما المنافق أو المرتاب لا يدري أي ذلك قالت أسماء فيقول ما أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت حنى أبن نمير عن هشمين عن فاطمة عن أسماء قالت إنها كانت إذا أتيت بالمرأة لتدعو لها صبت الماء بينها وبين جيبها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبردها بالماء وقال إنها من فيح جهنم حنى أبو أسامة عن هشمين عن فاطمة عن أسماء قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جيمين في رمضان ثم طلعت الشمس قلت لهشمين أمر بالقضاء قال وبد من ذاك حفن أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه وفاطمة بنت المنذري عن أسماء قالت صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر قالت فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به قالت فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئا أربطه به إلا نطاقي قال فقال شقيه باثنين فاربطي بواحد أسقاء والآخر السفرة فلذلك سميت ذات النطاقين حفن يحيى بن سعيد عن هشامين قال حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي بغير الذي يعطيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور حفن يحيى بن سعيد عن هشامين قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت أكالنا لحم فرس لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حفن يحيى بن سعيد عن هشامين قال حدثتني فاطمة بنت المنذر وواكيع قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر حفن أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي بنية عريسا وإنه تمرق شعرها فهل علي جناح إن وصلت رأسها قال لعن الله الواصلة والمستوصلة حفن يحيى بن سعيد عن هشامين قال حدثتني فاطمة عن أسماء وأبو معاوية قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء أن امرأة آتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أحدانا يصيب ثوبها من دام الحيضة قالت تحطوه ثم لتقرسه بالماء ثم لتنضحه ثم تصلي فيه حفن وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذري عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكالنا لحمه أوي من لحمه حدثنا ابن نمير عن هشامين عن فاطمة عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا لها أنفقي أو إرضخي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيعي الله عليك حفن محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذري عن أسماء بنت أبي بكر وكانت محصية وعن عبادي بن حمزة عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا لها أنفقي أو أنضخي أو أنفحي هكذا وهكذا ولا توعي فيوعى عليك ولا تحصي فيحصي الله عليك حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن فاطمة بنت المنذري عن أسماء بنت أبي بكر قالت كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مديني من قمح بالمد الذي تقتاتون به حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فراسه قالت فكنت أعرف فراسه وأكفيه مأبنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه أعلب وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز فكان يخبز لجارات من الأنصار وكنا نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ قالت فجئت يوما وأنه على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعاني ثم قال أخخ ليحملني خلفه قالت فاستحيت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته قالت وكان أغير الناس فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحيت فمضى وجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي أنه ومعه نفر من أصحابه فأنا خلي أركب معه فاستحيت وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى أشد علي من ركوبك معه قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخاديمين فكافتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني حثن أبو أسامة عن هشامين عن أبيه عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بالتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول ما دخل في جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام حثن أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل يعني عبد الله بن عقيل الثقافية قال حدثنا هشام قال أخبراني أبي عن أمه أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي في مدة قريش مشركة وهي راغبة يعني محتاجة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي مشركة راغبة أفاصلها قال صلي أمك حدثنا أبن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عهدوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفاصلها قال نعم صلي أمك حثن يحيى بن سعيد عن أبن جريج قال أخبراني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت عند دار المزدلفة فقالت أي بني هل غاب القمر ليلة جمعا وهي تصلي قلت لا فصلت ساعة ثم قالت أي بني هل غاب القمر قال وقد غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحنا ثم مضينا بها حتى رامينا الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها أي هنته لقد غلسنا قالت كلا يا بني إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن للذعني حثن يحيى بن سعيد عن عبد الملك قال حدثنا عبد الله مولى أسماء عن أسماء قال أخرجت إلي جبة طيالسة عليها لابنة شبر من ديباج كسرواني وفرجاها مكفوفاني به قالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها كانت عند عائشتها فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض منا يستشفي بها حان يونس بن محمد قال حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروتا بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا شيء أغير من الله عز وجل حثن يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي عمر مولى أسماء قال أخرجت إلينا أسماء جبة مزرورة بالديباج فقالت في هذه كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوة حثن هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء عن مولى لأسماء بنت أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من طيالسة لابنة هادي باج كسرواني حثن روح حدثنا شعبة عن مسلمين القري قال سألت أبن عباس عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حثن عبد الرزاق قال أخبران معمر قال أخبراني عبد الله بن مسلمين أخو الزهري عن مولى لأسماء بنت أبي بكر عن أسماء قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان من كن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى نرفع رؤوسنا كراهة أن يرين عورات الرجال لصغر أزرهم وكانوا إذاك يعتزرون بهذه النميرة حثن إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن بعضهم عن مولى لأسماء عن أسماء أنها قالت كان المسلمون ذوي حاجة يعتزرون بهذه النميرة فكانت إنما تبلغ أنصاف سوقهم أو نحو ذلك فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني النساء فلا ترفع رأسها حتى نرفع رؤوسنا كراهية أن تنظر إلى عورات الرجال من صغر أزرهم حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن عبد الله بن مسلم بن شيها بن أخي الزهري عن مولى لأسماء عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان من كن يؤمن بالله واليوم الآخر فذكر الحديث حثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثني النعمان بن راشد عن أبن أخي الزهري عن مولى لأسماء بنت أبي بكر عن أسماء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال ورؤوسهم قالت وذلك أن أزرهم كانت قصيرة مخافة أن تنكشف عوراتهم إذا سجدوا حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا سفيان بن عوينة عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء من كان من كن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الإمام رأسه من ضيق ثياب الرجال حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن زياد عن مجاهد عن أسماء بنت أبي بكر قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا فجعلناها عمرة فأحللنا كل الأحلال حتى سطعت المجمر بين النساء والرجال حدثنا أبن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيمين عن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير عن جدته فما أدري أسماء بنت أبي بكر أو سعد بن طعوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطالب فقال ما يمنعك من الحج يا عمة قالت يا رسول الله إني امرأة سقيمة وإني أخاف الحبس قال فأحريمي واشترتي أن محلك حيث حبست حثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبن جريج قال حدثت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس فأخذ درعا حتى أدرك بردائه فقام بالناس قياما طويلا يقوم ثم يركع قالت فجعت أنظر إلى المرأة التي هي أكبر مني قائمة وإلى المرأة التي هي أسقم مني قائمة فقلت أني أحق أن أصبر على طول القيام منك وقال ابن جريج حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فزع حثنا يحي بن إسحاق قال أخبرنا أبن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وهو يصل لنحو الركن قبل أن يصدع بما يأمر والمشركون يستمعون فبأي آلاء ربكما تكذباني حثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبني إسحاق قال حدثني يحي بن عبدي بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جدته أسماء بنت أبي بكر قالت لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذيط أن قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده أي بنية أظهر بي على أبي قبيس قالت وقد كف بصره قالت فأشرفت به عليه فقالا يا بنية ماذا ترين قالت أرى سوادا مجتمعا قالت تلك الخيل قالت وأرى رجلا يسع بين ذلك السواد مقبلا ومدبرا قالا يا بنية ذلك الوازع يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها ثم قالت قد والله أنتشر السواد فقال قد والله إذا دفعت الخيل فأسرعي بي إلى بيتي فانحطت به وتلقاه الخيل قبل قبل أن يصل إلى بيته وفي عنق الجرية طوق لها من ورق فتلقاه الرجل فاقتلعه من عنقها قالت فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكت ودخل المسجد أتاه أبو بكر بأبيه يعوده فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركت الشيخة في بيته حتى أكون أنا آته فيه قال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه قال فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له أسلم فأسلم ودخل به أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه كأنه ثغامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا من شعره ثم قام أبو بكر فأخذ بيدي أخته فقال أنشهد بالله وبالإسلام طوق أختي أختي فلم يجبه أحد فقال يا أخية احتسبي طوقك حثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبني إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه عن جدته أسماء بنت أبي بكر قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله معه خمسة آلاف درهامين أو ستة آلاف درهامين قالت وانطلق بها معه قالت فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال والله إني لا أراه قد فجعكم بماله مع نفسه قالت قلت كلا يا أبتي إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا قالت فأخذت أحجارا فتركتها فوضعتها في كوة البيت كان أبي يضع فيها ماله ثم وضعت عليها ثوبا ثم أخذت بيده فقلت يا أبتي ضع يدك على هذا المال قالت فوضع يده عليه فقال لا بأس إن كان كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن وفي هذا لكم بلاغ قالت لا والله ما ترك لنا شيئا ولكني قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك حسن حسن قال حدثنا أبن لهيعة قال حدثنا عقيل بن خالد عن أبن شيهاب عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا ثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره ثم تقول أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة حدثنا قوتيبة بن سعيد قال حدثنا أبن لهيعة عن عقيل وحدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله قال أنبأني أبن لهيعة قال حدثني عقيل بن خالد عن أبن شيهاب عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا ثردت غطته فذكر مثله حسن يونس قال حدثنا عمران بن يزيد القطان بصري عن منصور بن عبد الرحمني عن أمه عن أسماء أن أمرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني زوجت ابنتي فمريضت فتمرت رأسها وإن زوجها قد اختلف إلي فأصل رأسها قالت فسب الواصلة والمستوصلة حسن يونس قال حدثنا عمران بن يزيد حدثنا منصور عن أمه عن أسماء قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فقالت فقال لنا من كان معه هدي فليقوم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل حسن يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود قال سمعت عبادة بن المهاجر يقول سمعت ابن العباس يقول لابن الزبير ألا تسأل أمك فقال فدخلنا على أمه أسماء بنت أبي بكر فقالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذي الحليفة قال من أراد منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل قالت أسماء وكنت أنا وعائشة والمقداد والزبير ممن أهل بعمرة حدثنا موسى بن داود قال حدثنا نافع يعني ابن عمر عن أبن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف قالت صلى الله عليه وسلم ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال دنت مني الجنة حتى لو اجترأت لاجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت يا رب وأنا معهم وإذا امرأة قال نافع حسبت حسبت أنه قال تخدشها هرة قلت ما شأن هذه قيل لي حبستها حتى ماتت له هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حثنا وكيع عن نافع ابن عمر الجمحي عن أبن أبي مليكة عن أسماء قالت إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصل فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيامة ثم سجد سجدتين ثم فعل في الثانية مثل ذلك ثم قال لقد أدنيت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لأتيتكم بقطف من اقطافها ولا قد ادنيت مني النار حتى قلت يا رب وانا معهم فرأيت فيها هرة قال حسبت انها تخدش امرأة حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت حنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج وروح قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني منصور بن عبد الرحمني عن سفية بنت شيبة وهي امه عن اسماء بنت ابي بكر قالت خرجنا محرمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليتم وقال روح فليقم على احرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل قالت فلم يكن معي هدي فحلت وكان مع الزبير زوجها هدي فلم يحل قالت فلبست ثيابي وحلت فجئت الى الزبير فقال قومي عني قالت فقلت اتخشى ان اثب عليك حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج وروح قال حدثنا ابن جريج قال اخبرنا عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت اي بني هل غاب القمر ليلة جمعا قلت لا ثم قالت اي بني هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحنا ثم مضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها لقد غلسنا قال روح اي هنتاه قالت كلا يا بني ان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذن الضعني حثن اسحاق بن يوسف قال حدثنا عوف عن ابي الصديق الناجي ان الحجاج ابن يوسف دخل على اسماء بنت ابي بكر بعدما قتل ابنها عبد الله بن الزبير فقالا ان ابنكي الحدا في هذا البيت وان الله عز وجل اذاقه من عذاب اليمين وفعل به ما فعل فقالت كذبت كان برا بالوالدين صواما قواما والله لقد اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيخرج من ثقيف كذابان الاخر منهما شر من الاول وهو مبير حثن روح حدثنا ابن جريج قال حدثنا منصور ابن عبد الرحمن عن امه صفية بنت شيبة عن اسماء بنت ابي بكر قالت فزع يوم كسفت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ درعا حتى ادرك بردائه فقام بالناس قياما طويلا يقوم ثم يركع فلو جاء انسان بعدما ركع النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم انه ركع ما حدث نفسه انه ركع من طول القيام قالت فجعت انظر الى المرأة التي هي اكبر مني والى المرأة التي هي اسقم مني قائمة وانا احق ان اصبر على طول القيام منها حثن سليمان ابن داود ابو داود الطيالسي قال حدثنا حرب ابن شدد وابان ابن يزيد كلاهما عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة ان عروة اخبره ان اسماء اخبرته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبري يقول انه ليس شيء اغير من الله عز وجل وقال يونس في حديثه عن ابان لا شيء اغير من الله عز وجل حثن ابو بكر الحنفي قال حدثني الضحاك ابن عثمان قال حدثني وهب ابن كيسان قال سمعت اسماء بنت ابي بكر قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا احصي شيئا واكيله قال يا اسماء لا تحصي فيحصي الله عليك قالت فما احصيت شيئا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندي ولا دخل علي وما نفد عندي من رزق الله الا اخلفه الله عز وجل حثن هاشم قال حدثنا ابي معاوية يعني شيبان عن يحيى يعني ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن عروتا ابن الزبير عن امه اسماء بنت ابي بكر انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبري ما من شيء اغير من الله عز وجل حثنى عفان قال حدثنا حماد بن يزيد عن ايوب عن ابن ابي مليكة ان اسماء قالت كنت اخدم الزبير زوجها وكان له فرس كنت اسوسه ولم يكن شيء من الخدمة اشد علي من سياسة الفرس فكنت احتشله واقوم عليه واسوسه وارضخ لهن وقال ثم انها اصابت خادما اعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فكافتني سياسة الفرس فالقط عني مأوينته حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى عن ابي سلمة عن عروتا ابن الزبير عن اسماء بنت ابي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبري لا شيء اغير من الله عز وجل حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب ابي هذا الحديث بخط يده حدثنا سعيد يعني ابن سليمان السعدويه قال حدثنا عباد يعني ابن العوامي عن هارون ابن عن ترتا عن ابيه قال لما قتل الحجاج ابن الزبير وصلبه منكوسا فبينه هو على المنبري اذ جاءت اسماء ومعها امت تقودها وقد ذهب بصرها فقالت اين اميركم فذكر قصة فقالت كذبت ولكني احدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من ثقيف كذابان الاخر منهما اشر من الاول وهو مبير حثنا يعمر حدثنا عبد الله يعني ابن مبارك قال اخبرنا ابن لهيعة عن ابن يزيد قال سمعت عبد الله مولى اسماء يحدث انه سمع اسماء ابنت ابي بكر تقول عندي للزبير ساعداني من دباج كان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهما اياه يقاتل فيهما حثنا حجين بن المثن قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن ابي سلمة الماجشون عن محمد يعني ابن المنكدر قال كانت اسماء تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت اذا دخل الانسان قبره فان كان مؤمنا احفى به عمله الصلاة والصيام قال فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده ومن نحو الصيام فيرده قال فينضيه اجلس قال فيجلس فيقول له ماذا تقول في هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال محمد قال انا اشهد انه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول وما يدرك ادركته اشهد انه رسول الله قال قال يقول على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث قال وان وان كان فجرا او كفرا قال جاء الملك وليس بينه وبينه شيء يرده قال فاجلسه قال يقول اجلس ماذا تقول في هذا الرجل قال اي رجل ان قال محمد قال يقول والله ما ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته قال فيقول له الملك على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث قال وتسلط عليه دابة في قبره معها صوت تمرته جمرة مثل غرب البعير تضربه ما شاء الله صمأ لا تسمع صوته فترحمه حثن يحيى بن سعيد عن هشامين قال حدثتني فاطمة عن اسماء ان امرأة قالت يا رسول الله ان لي ضرة فهل علي جناح ان تشبعت من زوجي بغير الذي يعطيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور حثن يحيى بن سعيد عن هشامين قال حدثتني فاطمة بنت المنذري عن اسماء قالت اكالنا فرسا لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حثن يحيى بن سعيد عن هشامين قال حدثتني فاطمة بنت المنذري عن اسماء بنت ابي بكر ان امرأة من الانصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ان لي بنية عريسا وانه تمرق شعرها فهل علي من جناح ان وصلت رأسها وقال وكيع تمرت شعرها قال لعن الله الواصلة والمستوصلة حان يحيى عن ابني جريج عن ابني ابي مليكة عن اسماء انها قالت يا رسول الله ليس لي الا ما ادخل علي الزبير افا اردخوا منه قال اردخي ولا توعي فيعي الله عليك حثن يحيى بن سعيد عن هشامين قال حدثتني فاطمة وابو معاوية قال حدثني هشام عن فاطمة عن اسماء ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة قال تحطوه ثم لتقريطه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه حثنا وكيع حدثنا مغيرة ابن زياد عن ابي عمراء مولى اسماء قال قالت اسماء يا جارية ناولين جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاخرجت جبة من طيالسة حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذري عن اسماء بنت ابي بكر قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكالنا لحمه اوي من لحمه حدثنا وكيع حدثنا محمد بن سليمان وعبد الجبار بن ورد رجلان من اهل مكة سامعاه من ابن ابي مليكة عن اسماء بنت ابي بكر انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان الزبير رجل شديد ويأتني المسكين فاتصدق عليه من بيته بغير اذنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضخي ولا توعي فيعي الله عليك حدثنا وكيع حدثنا اسامة بن زيد عن محمد بن المنكدري عن اسماء بنت ابي بكر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توعي فيعي الله عليك حدثنا عبد الرحمن عن حمد بن سلمة عن حجاج عن ابي عمر مولى اسماء عن اسماء بنت ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جبة من طيالسة مكفوفة بدي يباجي يلقى فيها العدو حان اسماعيل قال حدثنا ايوب عن ابني ابي مليكة قال حدثتني اسماء بنت ابي بكر قالت قلت يا رسول الله ما لي شيء الا ما ادخل الزبير على بيت فاعطي منه قال اعطي ولا توكي فيوكي الله عليك حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابن ابي مليكة ان عباد بن عبد الله بن الزبير اخبره عن اسماء بنت ابي بكر نحوه حثنا هشيم قال اخبرنا عبد الملك عن عطاء عن مولى اسماء عن اسماء بنت ابي بكر قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من طيالسة لا بنت هادي باج كسرواني حثنا ابن نمير عن هشامين عن فاطمة بنت المنذري عن اسماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا لها انفقي او انضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك او لا تعي فيعي الله عليك حثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذري عن اسماء بنت ابي بكر وكانت محصية وعن عبادي بن حمزة عن اسماء اه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا لها انفقي او انضحي او انفحي هكذا وهكذا ولا توعي فيعي الله عليك ولا تحصي فيحصي الله عليك حثنا سريج بن النعماني حدثنا فليح عن محمد بن عبادي بن عبدالله بن الزبير عن اسماء بنت ابي بكر قالت خسافة الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت رجة الناس وهم يقولون اية ونحن يومئذ في فازعا فخرجت متلفعة بقطيفة للزبير حتى دخلت على عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي للناس فقلت لعائشة ما للناس فاشارت بيدها الى السماء قالت فصليت معهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ من سجدته الاولى قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما طويلا حتى رأيت بعض من يصلي ينتضح بالماء ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم قام ولم يسجد قيام طويلا وهو وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ركوعه الاول ثم سجد ثم سلم وقد تجلت الشمس ثم رقي المنبر ثم قال ايها الناس ان الشمس والقمر آيتني من آيات الله لا يخسفاني لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة والى الصدقة والى ذكر الله ايها الناس انه لم يبقى شيء لم اكن رأيته الا وقد رأيته في مقامي هذا وقد اريتكم تفتنون في قبوركم يسأل احدكم ما كنت تقول وما كنت تعبد فان قال لا ادري رأيت الناس يقولون شيئا فقلته ويصنعون شيئا فصنعته قيل له اجل على الشك عشت وعليه متى هذا مقعدك من النار وان قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قيل على اليقين عشت قال متى هذا مقعدك مقعدك من الجنة وقد رأيت خمسين او سبعين الفا يدخلون الجنة في مثل صورة القمر ليلة البدر فقام اليه رجل فقال ادعوا لها ان يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ايها الناس انكم لن تسألوني عن شيء حتى انزل الا اخبرتكم به فقام رجل فقال من ابي قال ابوك فلان الذي كان ينسب اليه حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن ابي عمر خطن كان لعطاء اخرجت لنا اسماء جبة مزرورة بدي باج قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقي الحرب لبس هذه حثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر قالت قدمت علي امي وهي راغبة وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان امي قدمت علي وهي راغبة وهي مشركة افاصلها قال صليها قال واظنها ظهرها حثنا عتاب قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن فاطمة بنت المنذري عن اسماء بنت ابي بكر قالت كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به ترجمة نانسي قنقر